اشتركوا في القناة بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزر منورنا مولانا أكرمكم الله وكل عام والإنسانية بخير وسلام شوفتني لما تقمصت على توقيت أيوانا حصل مولانا الناس بتسعاد بتسأل فعلا وانا شوفت ده حتى جوة دايرة عيلتي أنا عايز أطلع الحج بس الفلوس مش جهزة معايا ينفع أخذ مثلا قرد من البنك ينفع أستلف من فلان من زيد من عبيد علشان أقدر أضي الفريضة ولا لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا طبعا دي الآية 97 من سورة آل عمرانو والصلاة والسلام وعلى سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله الذي فسّر الاستطاعة المشروطة بالزاد والراحلة جميعا فيما أخرجه الحاكم في مستدرك ورضي الله تبارك وتعالى عن السابقين ورحم الله التابعين وبعد أولا الآية واضحة وضوحة الشمس في عالية النهار الركن الوحيد من أركان الإسلام اللي يشترط فيه الاستطاعة هو الحج من استطاع إليه سبيلا ولذلك الفقهاء الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ومن وفقوهم قالوا الحج واجب موسع يعني إيه واجب موسع يعني يفعل في أي جزء من أجزاء العمر شوف حضرتك لما ربنا فرض على الأمة المسلمة الحج قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي حجة مرة واحدة أبليب مرتين حجة بالناس سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ده لذلك على أن الحج فعلا تراخي بأن لو كان على الفور كما قال المالكية كان رساله السلام أول ما نزل أو نزلت عيات الحج كان حج ولكنه تعمد أن يوكل أو أن ينيب سيدنا أبا بكر رضي الله عنه فدل على أن الحج يجب على التراخي تفعله في أي وقت من الأوقات ولأجل ذلك لا دعي للإقتراض طبعا الإقتراض اللي هو تكلم عنه المالكية لأن في ناس هتلغبط الأوراق أو تخلط الأوراق المالكية تكلموا على القرض الحسن ولأن الحج عند المالكية يجب على الفور رأي المالكية في نظري أنا أستاذ فقه مقارن كما تعلم لا مرجوح في هذه المسألة والراجح رأي الجمهور لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا حج بعد ما نزلت قيات الحج بعدة سنوات وأنا بأوكل سيدنا أبا بكر كما قلنا رضي الله عنه وأرضاه من هنا القرض الحسن لا يجوز خطب السيادتك ليه الأداء الحج فما بالنا بالقرض الربوي وهو الزيادة على رأس المال أنا أنبه شيء حتى لا يتوصل إلى طاعة الله بمعصية الله بعض الناس هيخلط ما بين التأصيد كدعم وما بين القرض الربوي يعني يجي يقول لك إيه طيب مثلا ممكن أن دي قرض منافع ومش قرض منافع ويجوز في الزيادة على رأس المال أقول له إزاي أنت مش عدنا لغبة الدنيا إمتى يجوز يجوز لو أن تأتي شركة أو مؤسسة أيا كانت مالية أو غير مالية هتقول أنا سأنفق على حجك لكن لم أعطيك كاش لم أعطيك سيولة في يدك هو إيه علة الربوي أنا هسد نفقات الحج لمكان الإقامة للانتقالية للطيران نسي اللي هتقنبه كخدمات ماشي خليها على أنها من المرابحة و لأن القادة اللي قالها ابن القيم رحمه الله إذا توسطت السلعة بين مالين فلا ريبة ماشي بس ده مش هيحصل اللي هيحصل إيه حضرتك هتأتي مؤسسة مالية أيا كانت ستعطيك مالا وهتقصته بزيادة طيب ما ودخر دروبوي طيب ما أنا لديه النهاردة مثلا جات شركة سياحية نعم وقالت يا جماعة إحنا عاملين رحلة للحج وبالتالي إحنا هنقصتها بس لتعطيك مالا في يدك أيوة ما نهروح للشركة هتجي الشركة هتقولي والله بص يوسف انت هاتم دي مساء العشر شيكات دول ده في التاريخ ده وده في التاريخ ده وده في التاريخ ده حيسبها ما يتطفق فانا هبقى كالشيكات رحت للشركة الشركة بتحصلها من البنك اللي بينزل فيه المرتب وأنا أطلع الحج سيدي هذا إذا كان قرض منافع بتيسير خدمات أو دعم خدمات هذا لا بأس به وإن كان لها تحفظ على مسألة التوقيع على الشيكات والإصارات الأمانة لأن صراحة الإصار الأمانة مخالف للشريعة قولاً لا معلاش لا فيه أو فيه أو فيه وسائل شرعية يعني النهاردة فيه أمران في المعاملات في مصر قائمة المنقلات الزوجية على أنها أمانة تستخدم سلاح ضد الزوج بتهمة التبديد لا إذبت حق الزوجة بس بدون أن تعملها أمانة ليس قضيتنا إما نيجي برضو حضرتك لإصالات الأمانة ما بين الطجار يا أخي الحبيب ما حصلش لأن تكيف إصال الأمانة إيه أنا حررت محرراً إن أنا أخست منك مالاً لأوصله لزميلك أو لجارك هذا لم يحصل فحضرتك دي بيعتبر تبديد واتهام وينال من شرف الإنسان فإصال الأمانة يجب أن يقنن وكذلك قائمة المنقلات نجي بقى الموضوعنا الأساسي حضرتك كنا ممكن زي ما تفضلت لو في مؤسسة ما أو شركة سياحية لن تعطيك مالاً في يدك ولكن هي ستنفق على خدمات الحق كلها بداية من الفيزة التأشيرة إلى حجز الطيران إلى الإقامة في المطوف ما بيتوله كله لا بأس هنا طالما توسطت سلع ولم أخذ نقوداً كاش في يدي لا بأس يبقى هنا ممكن نعتبرها من عقد المرابحة تمام كتمويل يبقى تمويل عقد مرابحة لا أخذ بكرر أموالاً في يدي أما بقى أن يحد يقول لي أنا أسلها قد فلوس وهتتقصت واحج وهسددها بفائدة أو بزيادة على رأس المال أقول له هذا ربا 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 حرام ولا يتوصل إلى طاعة الله بمعصيته أنا هروح للفاصل وهرجع هسأل بردو سؤال عشان أنا عايزة هفكر مولانا بصوت عالي بقى أنا أروح أخذ قرد من البنك عشان أشتري عربية أو أشتري شقة أو أيا كان أدفع مصاريف الجامعة إلخ 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 ومخدش قرد من البنك عشان راح أعمل حج قبل الإجابة استمنا الفاصل يا مولانا أرجوك نطلع للفاصل ونرجع لكمل كلامنا مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر استنبولا طيب كل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر هسأل بقى سولي كنت بقول طيب أنا راجل مثلا مثلا طالح حج القرع وده تبع وزارة التضامن ناش فليها مبلغ معين أنا مش هعرف أدفع المبلغ ده كاش بس أنا عرف أقصته فهروح للبنك أقول له يا بنك أنا عايز الفلوس دي عشان أوديها للتضامن عشان هطلع الحج بإذن الله هل دي فيها مشكلة؟ سيد الكريم المؤسسة المالية أيًا كانت إذا كانت لا تعطيك أموال نقضية كاش في يدك وتتكفل هي بنفقات الخدمات اللي بيسموه في العمل المصرفي التمويل أيوه بيسموه بقى التمويل مرابحة يجوز 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 وأنا أخربها كثيرا يعني أنت نفرض تريد أن تشتري سيارة أو عقارة شأسك سكني تأتي المؤسسة المالية ولا تعطيك أموالا سائلة في يدك تصبوط وتليات عرض الأسعار ولكنها تمول وتقصت أنت المال صح هذا اسمه بيع الآمر بالشراء مرابحة أكررها والإخوة المصرفين والحمد لله أنت عندك سخافة واسعة الله خليك اسمها البيع الآمر بالشراء مرابح يجوز 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 طالما أنت كعمير لم تستلم أموالا في يدك لأنه قلت لك الربا مال تجد أمام مال بزيادة هذا هو عن الربا وذكر بنا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الأمر الثاني إيه اللي يدفع الإنسان إذا فقد الاستطاع على الإقتراض ليه لماذا يعني ده أخي كان في صدر الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت إليه جنازة مسلم كان يسأل سؤال عليه دين أن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم ليه حتى لا يتكل المجتمع على الاستطاعات دانا فعمل الكل ذهبوا إلى الأسواق وإلى المزارع وإلى التجارات لأن الواحد منه يقول لك أقترض وأموت ولا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم من إجابة دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم والله تكفل بإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فعمل المجتمع فعاشوا أعزاء بعرق الجبين وكد اليمين نفس الشيء يعني حضرتك الآن لما يجي يفتح الباب لركني واشترط فيه الاستطاعة ونقول للمجتمع اقترضوا طب إيه رأيك بقى في الناس اللي بتحج يعني أنا هعتب على اللي أدى فردت الحج طب لماذا لا يساعد متعسراً أفضل خدت بالك قال لأني سنة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال أبو حنيفة الأعمال البر خير من الحجة الثانية والعمر الثاني قال كت في صريح مذهبه وأنا أوافق على هذا آه نعم قال أعمال البر يعني الآن لما مثلاً تذهب لمواساة الزو الحاجات نقداً وعيناً تمام ولدعم خزانة الدولة خدت بالك يعني النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من عمه سيدنا العباس بن عم الطالب رضي الله عنه زكاة سنتين مقدماً لحاجة بيت المال فأنا حتى بخطب إلى ربنا أكرمهم أنه أدى الحجة أو أدى العمر لماذا تقترب طيب ما توسع أنت على هؤلاء طيب أقولك على شيء أسري بالحلقة قبل أن يضيهمنا الوقت ألا تعلم أن مصر في سبيله لا من الآية ستين صورة التوبة ليأيت الزكاة إنما صدقاته الفقراء والمساكين والعملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فصر العلماء التراسيون في سبيل الله بالحجاج المنقطعين الذين لا يجدون النفق الكامل للحد قد تبال حضرتك طيب لماذا لا يتكاتف المجتمع وبالذات بقى نعمل لها ضوابط لو عندك حجاج على مشارف الشيخوخة ولم يؤدي الفريضة من قبل من الممكن أن يساعد من هذا المصرف وفي سبيل الله أما سيد الكريم أن يفتح الباب للاستدانة أرجو أن المجتمع يعالك من داء الاستدانة سواء في أمور العبادات أو أمور المعاملات رجاءاً أنا قبل ما أختم يمكن بيجي على بالي دايماً رحكتين حاجة منهم أتذكر من سيدنا بلال ده بل الاقتراض حتى ولو بفائدة شديدة كان لعدق رجل والرسول رهن الدرع لا بس دي أضياء تانية ورهن الدرع ده أنا لم أقرأه بس بالنسبة للرسول على السلام أولاً هو أراد أن يطبق الرهنة بصورة عملية استحالة أنه واحد من الصحابة يقول له الديني استيساق لأن الرهن استيساق فالرسول يطبقه عملاً إزاي يعني ربنا ما قال في سورة البقرة فرهان مخبوضة طيب الرسول يطبقها بصورة عملية هل تتخيل أن سادتنا أبا بكر أو عثمان أو عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن عبادة أو غير ذلك من الأكابر الذين هم من أسراء الصحابة هقول الرسول على السلام اعطيني في الرهنة اعطيني رهناً لأستوسق لديني استحالة لا بسهو ما رهنش درعه عند حد لا ما هو يهودي هو رهن درعه عند الرجل اليهودي ما هو ليه بقى لن يطلب استيساق لدينه إلا غير مسلم في هذه المسألة ولذلك أيوة يعني الرسول لم يجد غضادة في أن يرهن درعه عند الرهنة ما هو الله هيتطلب الرهن من الرهنة ما هيجي يدفع بعد كده وهيتطلب مبلغ كبير أكثر من أصل سعر الرهنية لن يطلب استيساق أو رهنة من سيدنا النبي اللي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم اللي غير مسلم استحالة أن واحد مسلم يعني يتخيل هو سيدنا وبكر يقول يا رسول الله اعطيني رهن في ديني استحالة حباً وتأجباً لا 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 ومقام الرسول ولك ده مقام الرسول فاستحالة فهنا دي شيء فلابد أن يكون طالباً رهن من الرسول السلام غير مسلم ولذلك رهن ديره عند مين عند يهودي معايا حضرتك الآن برضو الرسول السلام كان بيبين حكم المشروعية المعاملات مع أهل الكتاب مش بس كده ومشروعية المعاملات بمفهولة حالي المصرفية بشكل عام مع أهل الكتاب بس أنا برضو بنبع عليك أنا يعني لا لا أبرر إطلاقاً ولا أهون ولا أزين ولا أرغب في الاستدانة أرجو الله أن يتوب على الناس فرادة وجماعات من الاستدانة فالدين هم بالليل ومزراتهم بالنهار كنت زياني يقول لك السلف تلف ورد خصاة لا شوف يا مولانا أنا هاختم بس يا سعد النائب بكلمة واحد الحج الاستطاع في شروط فرضية الحج الآية واضح من استطاع إليه سبيل معك نفقت الحج من حلال وبدون اختراب على العين والرأس هم قلت لك يستسنى بس وده مرجوح الملكية عندهم الحج يجب على الفور فأجازه الاستدانة الجمهور لا لأن الاستدانة تنافي الاستطاعة مهلا في الحتة دي نمشي مالكة يا مولاد لا الناس نفسها تطلع لا يسوف يا سيدنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبعدا أنا أريد أن أبعد الناس عن القروض الربوية ما وسعني إلى ذلك سبيل أسأل الله أن يطهر البلاد والعباد من الربا وأن يرزقنا الحلال وأن يسر الحج والعمرة بالنفق الحلال المقدور عليها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه بإذن الله ويا رب حتى كمان بعد كده نلاقي كده واحدة واحدة وما صريف الحج بدأ اتهد علينا شوية شاء الله لعل الناس كلها تقدر تطلع أشكرة كمولانا نورتنا وشرفتنا كمجرة العادة شكرا جدا لحضراتكم كل الشكر للدكتور شيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلصت حلقتنا لحد الحتة دي رجاء رمزي هتلاقي داخل وبرنامجه رقم عشرة أما العبد للنا فلو كلنا لعمر نقابلكم بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة